السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل قليغة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبيين ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أذين يحلفون بالله لكم يؤذوكم والله ورسوله أحق أن يؤذوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبعهم بما في حلوبهم قل استاذئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نقوض ونلعب قل أذن الله وآياته ورسوله كنتم تستاذئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أحسن والسؤال افتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثموت وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثموت وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذبا موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان لكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قامية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب نتيف الصدور ويستعددونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أنقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ينقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم أحسن والسؤال لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ضشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تدلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اغطوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يبيتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تخوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون صدق الله العظيم